السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع على هذه الفقرة من على موقع السينيوز الفرنسي كما نلاحظ ومع هذا المقال كما نلاحظ لماذا 8 مايوه يتران جور فريه في فرنسي إذن لماذا يوم 8 مايوه يوم عيد في فرنسي 1 مايوه يوم عيد في فرنسي إذن في شهر مايوه يوم عيدات أيام يوم عيد في فرنسي كما نقول أنه محتف البيع تو أخذ فاعت لطبعن لأسباب عيد سي سيساء تتات منطفل إذا كنت البعن سيسر تتات منطفل إذا كنت البعن سيساء تتات منطفل إذا كنت البعن بل أسباب دينيوه يوم عيد في فرنسي يوم عيد Purple أخرى. في مي serve a commemory أن تصلح لتذكر للتنفوة للإسطار كما نقول الأوقات القوية للتاريخ الأوقات القوية للتاريخ. أن تصلح لتذكر اللحظات القوية للتاريخ اللحظات القوية للتاريخ الوي مي اتين دات كي يبارتكوليار مماركي لفرانس إذن يوم تمانية مي اتين دات هو تاريخ كي يبارتكوليار مماركي لفرانس الذي بشكل خاص طبع فرنسا إذن نتكلم عن يوم تمانية مي هو تاريخ هو يوم كي يبارتكوليار مماركي لفرانس الذي بشكل خاص طبع فرنسا المقصود بأنه أترى على تاريخ فرنسا إليا بلس و سوصونة كنزة إليا بلس هناك أكثر إذن توجد هناك أكثر دو سوصونة كنزة دو سوصونة كنزة أكثر من خمسة من سبعين السنة سوصونة كنزة 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 إذن الحرب العالمية التانية أنه انتهت منذ أكثر من خمسة سبعين السنة في هذا التاريخ نتكلم عن ليلة سبعة يوم تمانية ماي في هذا التاريخ نتكلم عن ألمانيا النازية نتكلم عن ألمانيا النازية ألمانيا التي كان يحكمها الحزب النازي الذي كان يقضو هيتلير كما نعرف إذن الألمان النازي ألماني النازية كابتولي الناس تسلمت فاس على موبيلزازون ديزاليين يعني مقابل تحركات الحلفاء طبع الحلفاء من ضمنها أمريكا وفرنسا إذن للان دماما دان زن ديزكور رادو ديوزيزي لسالي برزندا كلمانا لا غيره هاش كلماني وهي لا اشترك ميزين بناس دي ناسية ويهوات06 ثاني ديزكور راد أراد الزن دماما الدهين برزندا كلمان حيث تاريخ دان زن ديزكو راديو ديزكور رادو ديزكور رادو في خيطاب مبدوت على الراديو نتكلم عن الجنرال دوغول الشهير الجنرال دوغول المعروف أو الشهير أنه عبر عن نفسي إذن كان يعبر ويقول الحرب ربحت أو مربوحة ها هو النصر ها هو النصر سيه لفكتورة دي ناصل جيني إنه انتصار الأمم المتخدة إنه انتصار الأمم المتخدة إذا نتكلم عن الهدنة أو وقف القتال نقول إذن وقف القتال أنه تم توقيعه تم توقيعه بادي المدينة حيث يوجد الحي العام إن ستعتبر لقوات التحالف حيث توجد المنطقة العامة أو الحي العام إن ستعتبر لقوات التحالف تم توقيع هذه الهدنة أو وقف هذه القتال مع من؟ طاغ من طرف من؟ بالجنرال ألفريد جودل إذن تم توقيعه من طرف الجنرال ألفريد جودل إلو الشاف ديتا ماجور إلو الشاف ديتا ماجور ثم رئيس الأركان تستعتبر تلاوي معه لغمي ألمون من طرف الجيش الألماني من طرف الجيش الألماني إذن من جهة الجيش الألماني الذي وقع هذه الهدنة هم هؤلاء الأشخاص إذن عندنا الجنرال ألفريد جودل إلو الشاف ديتا ماجور تما رأس القرية للمساعدة للمساعدة للجيجة المحاربة ولكن ما اخرى تكتبون نسائل بس كنهاد من الفيديو برلين في ميام من ميو إلى 23 أين في ميو تنفيذ ربابيك رجيس الأولى المثال رجل الرياضي و رفنة ولكن نسائل تكتبون الأخرى في المساعدة رمزي في سيني أنه تم توقعه من طرف القيادة العليا الألمانية بمدينة برلين في مي من 1945 تم توقعه ليلا تقريبا قريبا من متصف الليل في حضور إذن تم توقع هذا الهدن أو تم توقع هذا الاسلام في حضور يمتوقع بشكل ممتلين دو لننين دو ريبوليك سوشياليس سوبيتيك بشكل ممتلين عن الاتحاد سوبيتي دي زيتازنين بشكل ممتلين عن الوليك المتحدة الامريكية دو ريوميني تمام ممتلين عن المملكة المتحدة دو لفرانس ومن طرف فرانسا إذن بو كومماري لفات دو لغر لو مي يتضغطي دو ريومي يتضغطي إذن يوم 8 ماي أنه تم تعيينه كيوم عطلة 20 مارس 1953 إذن تم تعيينه في هذا التاريخ إذن تم تعيين هذا يوم ماي كيوم احتفال أو يوم عطلة تم اتفاق على هذا الأمر في هذا التاريخ 20 مارس 1953 مي خلقوز عني بيطار ولكن بدعة سنوات بعد ذلك بالنسبة للك في سياق التصالح مع الماني في سياق التصالح مع المانيا ستديش إطانيه بالجنرال دوغول إذا في إطار التصالح مع المانيا أنه تم إلغاء هذا اليوم لماذا؟ حتى لا تفهم ألمانيا بأن فرنسا تحتفل بالانتصار عليها ولكن بعد ذلك سنلاحظ بأن هذا اليوم سيعود إلى الواجهة في 1981 إذن إن دات سبيسيفيك على فرنس إذن نتكلم عن تاريخ خاص بفرنسا أ أجد إذن في إذن ميتران فشرق صحاياً على نهايك جنه في اليوم فشرق صحاياً على من صوت جنه نهايك جنه وطفق ميلاً على نهايك جنه في اليوم كون جور فري أنه أراد أن يدعى يوم 8 ماي كيوم احتفال مع اللوى داتة 23 سبتمبر 1981 حدد يوم ماي كيوم عطلة أو يوم احتفال من خلال القانون يعود لهذا التاريخ 23 سبتمبر 1981 إذن وقام هذا الأمر في 23 شهرة سعود 1981 إذن هذا الأمر خاص فقط في فرنسا المقصود بأنه لا يرمي الإساءة إلى ألمانيا في روسيا 9 ماي إذن في روسيا هذا الانتصار يتم احتفال به 9 ماي 9 ماي إذن نتكلم عن يوم وقف القتال في البلد إذن نتكلم عن يوم وقف القتال بروسيا طبعا أما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة طبعا لادانهما أيضا كان من المنتصرين أنه لا يتم احتفال بهذا يجب الإشارة هنا إلى أن هذه الدول التي أخذت استقلالها هي انتصرت على الوزاة هذه الدول حصلت على استقلالها هذه الدول أنها حققت هذا الانتصار طبعا مثلا كفرنسا وغيرها هذا لم يتم لها إلا من خلال الزج بالشعوب التي كانت تحتلها طبعا مثلا هناك مغاربة وهناك أفارق كتر أنه تم الزج بهم في هذه الحروب التي نالت من خلالها فرنسا استقلالها إلى فقرة أخرى إن شاء الله حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة